تابعنا جميعاً النهاردة افتتاح سيد رئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مصنعية الغازات الطبية والصناعية وأيضاً محطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية في منطقة أبو رواش في الجيزة حضر الافتتاح ده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضاً القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة كمان قام سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بمصنعي الغازات الطبية والصناعية وأيضاً محطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية بمنطقة أبو رواش واستمع سيد رئيس لشرح مفصل عن مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيموية واستمع سيد رئيس لشرح تفصيلي عن مجمع الصناعات الكيموية في منطقة أبو رواش وهي بيقع هذا المجمع على مساحة 250 فدان وبيتكون من خمس قطاعات انتاجية بتضم حوالي 21 مصنع كيمويات بالإضافة لعدد من المنشآت الإدارية والخدمية بتشمل قطاعات الانتاجة في مصنع الصناعات قطاع الكلور والسودا الكوية وبيضم أربع مصانع لقطاع الغازات الطبية والصناعية وكمان يضم خمس مصانع لقطاع المبيدات الزراعية والأسمدة الصلبة والسائلة وكمان أربع مصانع بالإضافة لقطاع المبيدات الحشرية وكمان أربع مصانع في قطاع المطاهرات ومواد التعقيم أربع مصانع كمان وبافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 و 5 أيضاً كمان بالإضافة لمحطة توليد الطاقة الثلاثية بقى إجمالي عدد مصانع مجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش 23 مصنع